وصلت محافظة شمال سيناء الاحتفالة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة وفي إطار تلك المناسبة افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة مدرسة للتعليم الأساسي بالعريش تضم 22 فصلا دراسيا تم إنشاؤها بتكلفة بلغت أكثر من 8 ملايين ونصف مليون جنعية كما افتتح المحافظ مجمع السوق التجارية بحي السبيل بالعريش بتكلفة بلغت 7 ملايين و600 ألف بني بهدف توفير السلع والموارد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة